السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد كنتمنى تكونوا بخير إذا كنت لأول مرة تشاهدت القناة تنسى جدينا الاشتراك فيه بشي كومنطير محافظ فضلا وليس أمرا في الفيديو السابق الإخوان تحدثت لكم على المسنة مونينيكس المتير الجادة للإخوان وضارب طوندونس في الفيديوهات كاملين في الفيسبوك وعلى اليوتيوب شنو كيدير هالسيدة الإخوان من بعد ما قدموا به الشيكاية والمحامي النازيها الإخوان اللي قدم بيه الشيكاية والجمعية اللي طواته قدمت بيه الشيكاية غير صبر معنا السيونس رح شمونا معاك وعنت تشوفيها مادم جوان قالك تحت سماع لقو الحجان حالا قبل ما يبان مونينيكس كانا كوش يزوي تا واحد ما كيسب تا واحد ما كيطعاطع تا واحد ما عندو توجه غريب غيانا سنا مونينيكس حتى يبعثه من جديد باش ينوضي دافع البقيان حقاش اللي فيه النفس على المجتمع كيكون حاضر ديما مش كيتش ناشي موجة باش يثير في عليها محامي مسكين واقعي لارها الهيئة ما كيعيطولوش ولا ما كيعرفش الترافع وكيف يفشل في القضايا اللي خصوا يدافع عليهم قاله ايش ندير ما ندير اه نديرش شوية الدق باش يجمع عليه شوية بحض ضيق وليس هد الناس الإخوان قدمو بشكاية لانا عندهم غيره على المجتمع ديالهم والاطفاق ديالهم لانا ideology واش монينيكس الإخوان تقدم محتوى داعية الويلا واش مونينيكس الإخوان تقدم محتوى يشرب البلد الا الإخوان اكثر من المحطة محتوى لاخوان كي هبط البلاد وهذا السيدة الإخوان اللي كي قدمت المحتوى محتوى رادي وهذا المحتوى دي قدموا الإخوان مخيل بالأداب ولكن الإخوان الطعمة الكبيرة والصدمة اللي قد تصدموا معايا في هذا الفيديو وغد تشاهدوا معايا شنو قال كي رد على وحد السيدة هاد السيدة الإخوان اللي كتقول لي غير صبر معانا زمارة هاد المحامي وهذا الجمعية يرام غالطين وشوفوا الإخوان هاد السيدة كي باشك تدابع لواحد تقدم محتوى هابط محتوى مخيل بالأداب اللي كي تعلموا لذاتنا مع الأسف الشديد إخواني سيداتي أنيساتي هاد الشي اللي غتشوفوا معنا في فيديو الصادم أنا اتزمت الإخوان من اللي دخلت للتعارق شوفوا الإخوان التعارق وشوفوا كين من الهائل هاد السيدات اللي كيتبعوا هاد السيد أنا متقق المليون في مياه الإخوان ما عندم دين ما عندم ملة ما عندمش غير المنازيل ديالهم وش لا عندم منازيل لأن الإخوان هاد الناس اللي كيدافعوا على واحد كي طيح كلام هاد الشي ما كيمتلناش وانتو ما كنقول لكم من هاد المنبر ما عندكمش علاش تحشمو اللي كيدافعوا لواحد كي طيح الكلام وطيقول كلام صاقق لذلك الإخوان هاد مولينيك سنتي قدم لنا في المجتمع تقدم لنا السيئات تقدم لنا الوليدات ديالنا شي حاجة خائبة تعلموا في المجتمع وكانين هاد السيدات اللي كيتبعوا هاد السيد هذا فين شنو كتبعوا لنا وشنو كتشجعوا لنا هذا الدليل على أن المستوى اللي وصلتوا ليه مستوى هابط ومستوى لدي مستوى الصفر. لذلك الاخوان محاربة هاد السيد هذا. انا كنت من لكل واحد يدي خدمته. السينيالي هاد الباجات وسينيالي هاد الفيسبوك. وسينيالي هاد المنصات اللي كي خدم في هاد السيد. اللي كي طيح المستوى دي للمغاربة. وكي يهبط بالبلاد الاخوان. تخيل بنادم كتلقاه كي غني كلام فاحش. وكي اكزيبير راسو كاكسبوزي راسو شبه عاري. وتيشطح في الكابريات. وتتلقاه دير بات مباشر نصائح للازواج. و و و و تستنتها. وعد الاخوان قلت لي انت تبارك الله عليك. كيف ماشتم عرفت عليك الاخوان وقد قل لي انت كيتفيدنا. باش كيف يفيدنا الاخوان واد دالين على هاد السيدات لكي كتب بعدش. انا مأكد كي شوف واد الفيديو. كنقول لكم ما عادكم لا دين لا ملة وما عدكم الشي حاجة اللي كتمثلنا وما كتمتاميوش لينا بالمجزامع وخاص محاربتكم جميعا لذلك الاخوان هاد مونينيكس شو ما تيقدم البلد تيقدم لاش شوها وتيقدم لاش حواجة من بغوش نهضروا عليهم البت مباشر نصا اللي كي يستيق ما شي هو بنادم قال شوف عندك تليفون وعندك انترنت وعندك جبهة فيها 83 كيلومتر ادير ذيب اعطاتك عندك وجهك مصندل دير ذيب اعطاتك جبهتك انك تدير هاد المسائل دينها شغلك هادك انا اللي كنستغرب ليه اللي كتلقى مية وخمسين الف طلعه في اللايف هادك تعود قصة حياته كيفاش تطلقاتي يا رجله اقسموا لكم بالله ميتين وستو خمسين كا وما نبغيوش الاطفال ديالني يدخلوا بتليفونات واكتشفوا هاد المونينيكس لذلك الاخوان كلكم مسؤولين على الاطفال ديالكم كلكم مسؤولين عن ترابي ديالويدات ديالكم وما نعلم تليفونات ميتين وستو خمسين كا يعني ميتين وستو خمسين الف واحد هدي مقارضة حلفوا من ضبعه في اللايف ما كنقولش لك السيقما ديال المشاهدة السيقما ديال المشاهدة تراني قولوا لوا لعبين فوحد ثلاثين مليون والاربعين مليون ديال المشاهدة ما كنقولك ميتين وستو خمسين الف طلعه في اللايف تيشوفوا وحده فاشلة في حياته بجميع المقاييس قلسك هتعود قصة حياته الفاشلة الإخوان هاد السيد اللي كيطيح بالمجتمع ديالنا وكيطيح بالدين ديالنا وكيطيح الإخوان بالقرامة دي المغرب والمغاربة الأحرار والشرافاء وهاد سيدة الإخوان اللي كيشجوا هاد السيد أنا مأكد ما عندهم ديور وما عندهم وليدين وما عندهم أبناء وما عندهمش علاش يحشمه وانا كنجيكم فاصف هذا الفيديو احنا كنحاربوا بحالة التافهين كيني تافهات بزافة الإخوان حالواحد سرق بياتي فين بغيت وصل بينا في هاد الأغنية احنا خاصنا نحاربوا الإخوان متعدوا ونحاربوا هاد الناس هادوا اللي كيخرجوا لنا من الجلد وكيطيحوا بالصمع ديال البلاد لذلك الإخوان خاصكم آمنين كاملين الإخوان تكونوا مجندين وراء هاد الخفافيش اللي كيخرجوا لنا وكيصعدوا لنا من الجيال السرقية والجال ليمن وكي بتعايشوا معنا في منازل ديالنا خاصنا نحاربهم لأن الإخوان احنا في زمان زمان تقدم تكنولوجيا وهاد الناس الإخوان روكي يرجعونا بالتكنولوجيا تقدمات إلى الصفر خاصكم الإخوان التاهدوا أول حاجة الإخوان تراقبوا الهواتف ديال الأبناء ديالكم وتعرفوا وإلا كان دري بالغ خاصوا يدخل للجاهد ولكن الإخوان إلا كان دري قاصير علموا أولادكم على الصلاة وعلى الدين لذلك الإخوان هذا السيد هذا خاصوا يتعاقب وكنتمنى الإخوان تكون شي خبار صار وكنتمنى أي واحد ياخذ عبرة بأن هذا القادم هايكون أفضل المحاربة هاد الفخخيش اللي كيخرجون الإخوان وهاد الحيوانات اللي كيخرجوا وكيتصرفات تصرفات كلهم خاصنا نحاربهم وأي واحد وأي محتوى يطيح الكلام خاصنا نحاربه وطابة هاد المفسدين في البلاد وداعية لا داعية للقلق عودت لكم وتشينوية وخال الإخوان وتشينوية تاوقي طيح الكلام وتنوبة دياله دابة تجي الإخوان ولكن ماشي بحال هاد السيد هاد السيد هادا تغاق ديال بالصح وخدامين كيتبعو وكيتشجعو شي وحدين وأنا قد نقول لكم فات منبرة الإخوان تكينين شي عيالات كيبغوا يسمعوا التخسر هادرة أنا غاد جي كنفاس كيبغوا يسمعوا التخسر هادرة حيد عاجبهم تسيد كيخسر هادرة ولكن هادو ما عندمش دين ما عندمش ملة وما عندمش أسرة كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو بتسجديني الاشتراك في القناة والشي كومنتير محبيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته